قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة نصبح على ليندا وتطمننا على حالة الطقس صباح الخير عليك يا ليندا صباح الخير يا شاسلي صباح الخير يا منا الحقيقة النهاردة بس فيه خبر حلو النهاردة فيه ارتفاع في درجات الخرارة وبتسجل العظمى في القاهرة النهاردة 27 في الطقس لصبح الحمد لله مش مس بس اعتقد ان احنا هنكمل بقى خلاص لا بداية من بكرة هيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة بقيم بتتروح من 4 ل 6 درجات وده شيء معقول يدا لان احنا لسه في وصل الشتة فطبيعي فكرة البستارة اللي احنا فيها يوم حر ويوم برد دي لازم تتوقف وكمان يا منا اكيد بنأكد ان بالليل هيكون شديد البرودة كالعايد احنا نتكلم بس عن الصبح اكيد اكيد صباح الخير عليكم مشاهدين خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريع عن احوال الطقس النهاردة فيه ارتفاع فيه درجات الحرارة والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فيه النهاردة استقرار في الاحوال الجوية على الانحاء كافة مع وجود نشاط لرياح وتقس مشمس بعدة مناطق درجة الخرارة في القاهرة النهاردة 27 واعلى درجة خرارة في اسوان 32 واقل درجة خرارة في مرسى مطروح 22 هنتابع مع حضراتكم احوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية دلوقتي مشاهدين تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبتدي جولتنا من القاهرة وخلاص بدأنا نتعود على الكفافات والزحمة الصباحية بتزامن مع موعد ذهاب الطلاب للمدارس والجامعات هنبتدي جولتنا من كبري 15 مايو اللي بيشهد سيولة مرورية نسبية أما الكورنيش ففيه كثافات مرورية المتجه لمدان التحرير وكمان بعض الكثافات اللي مكمل حتى المعادي وحلوان لحد 15 مايو هنروح في اتجاه كبري اكتوبر لمنطقة الإسعاف ورامسيس واللي بيشهد سيولة مرورية نسبية لكن الكثافات هتزيد بعد شوية على طول كبري اكتوبر لحد نزلت غمرة والعباسية أما المتجه في شارع بورس سعيد للشرابية وحدايا القبة والحد كبري السواح والأمرية والعكس فيه كثافات أما الناس على الطريق الدائري فياخدوا بالهم من الكثافات عند مؤسسة الزكاة والمرج والخصوص لحد نزلت الزراعي هنستكمل جولتنا بشوارع الجيزة اللي بتشهد كثافات مرورية بتزيد مع دخول ساعات الضروة الصباحية بتزامن مع انتظام الدراسة في المدارس والجماعات وتوجه الموظفين والعمال لأماكن عملهم مع تواجد رجال المرور للعمل على تنظيم حركة المرور هنبتدي من محور 26 يوليو في كثافات مرورية في المتجه لميدان لبنان أما محور صفت فبيشهد كثافة مرورية هنروح لشارع الهرم واللي بدأت تظهر فيه الكثافات واللي بتزيد مع موعد الضروة بمنطقة مشعل ومن شارع العشرين لحد الطلبية هناك فيه كثافات عالية للمتجه لكبري الجيزة والشارع فيصل في منطقة الطوابق والحد العشرين كمان ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان لحد جمعة القاهرة وميدان النهضة وصولاً لمناطق بولاء وإنبابا كمان بتظهر كثافات مرورية متحدكة بميدان مصطفى محمود والشارع جمعة الدول العربية والشارع السودان بالقرب من محطة مترو جمعة القاهرة مع اقتراب موعد دخول الموظفين للجمعة هنكمل مع محافظة سهاج وهنبتدي فيها من محطة قطار سهاج واللي طريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسبب دخول الطلاب للمدارس هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط طريق العارف بطريق الحواويش وفيه أيضاً بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجمعة فيه هناك كثافة نسبية طريق الحواويش الرئيسي بيشهد سيولة نسبية أما طريق المنشأة وطريق أخميم جرجة فبيشهد كمان سيولة مرورية في الاتجاهين القادم لمدينة سهاج أو العكس هننتقل لمحافظة بني سويف وهنبتدي من كبري بني سويف واللي بيشهد سيولة نسبية هنوصل لكورنيش بني سويف واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية وهنكمل من الكورنيش لحد ما نوصل لمكتب تأمينات بني سويف ومبنى المحافظة اللي طريق ليهم بيشهد سيولة مرورية دي كانت فقرتنا المرورية مشاهدين وكمان استعرضنا مع حضراتكم فقرتنا الجوية السريعة بالوقت هنرجع لشازلي ومنا عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لكي ليندا هنرجع لك على مدار الحلقة تحكين لبقى تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة هيبقى عامل إزاي وكمان هتعمل لنا أكتر من تحديث مروري شكرا لكي ليندا شكرا لك